مجلس الوزراء في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والتي أثمرت كعادتها في كل عام عن موسم حج الناجح اتسمى بالروحة والطمأنينة والأمان لما قدمته المملكة الشقيقة من جهود مباركة خدمة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم بكل يسر وسلامة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وسعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان وكيلة محكمة التمييز رئيس بعثة مملكة البحرين للحج وأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة حيث نوها سموه بالدور الهام الذي تطلع به البعثة وما تبذله من جهود مخلصة لخدمة حجاج مملكة البحرين معربا عن شكره وتقديره للمساعد دقوبة التي تقوم بها في تيسير وتسهيل أداء حجاج المملكة لمناسكهم بكل راحة وأمان متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح كما هنأ اسموه حجاج بيت الله الحرام من أبناء البحرين بسلامة عودتهم داعيا المولى عز وجل أن يتقبل منهم حجهم المبرور من جانبه أعرب وكيل محكمة التمييز رئيس بعثة مملكة البحرين للحج عن شكره وتقديره لصاحب السموه الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام بمتابعة شؤون الحجاج البحرينيين وضمان تسخير كافة المكانيات لتيسير شؤون الحملات وتسهيل أداء مناسك بكل يسر شكرا للمشاهدة